السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض عن سلسلة في أساسيات الكيمياء عموما للمسابقات وامتحانات الكيمياء ومراجعة قبل أي انترفيو أو مسابقة زي الحجر الزراعي أو لو أنت مقدم على وظيفة كواليتي كنترول مفروض تكون فاكر المواضيع اللي هنتكلم فيها دي إن شاء الله وبالتوفيق للجميع نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة هنتكلم عليها هي تحضير المحليل وتخفيفها أول حاجة عشان نحضر محلول لازم نعرف يعني إيه الأول محلول المحلول هو ببساطة خليط متجانس من مادتين أو أكتر زي المزيب والمزاب أو السوليوت والسولفن كلمة متجانس يعني رائق يعني ما ينفعش أقول على اللبن محلول ينفع أقول على المية أو المية بملح أو المية وسكر محلول التعريفه هو محلول معلوم التركيز وتركيزه معلوم بدقة لحد ثالث أو رابع رقم بعد العلامة تركيزه ما بيتغيرش مع الوقت والرطوبة ودرجة الحرارة زي ما هنعرف مع الوقت ساتشوريتد سوليوشن أو سوبر ساتشوريتد سوليوشن إيه الفرق اللي ما بينهم ويعني إيه المحلول المشبع هو المحلول اللي دوب أكبر كم من المزاب عند درجة حرارة معينة طيب لما يدوب أكتر كم لو زودت له بعد كده حبة واحدة من المزاب ده وليكن الملح هتترصب تحت يبقى هو دوب أكبر كمية وكمان بدأ يرصب عند نفس درجة الحرارة يبقى كده حولته من محلول مشبع إلى محلول فوق مشبع طيب فكرة تحضير المحلول ببساطة تم إزاي؟ بتتم عن طريق إن بالحسابات الكيميائية أنا بكون عارف أنا هههضر تركيز كام بناء على كده باخد وزنة من المادة الصلبة اللي عندي بروح أوزنها على الميزان وبعد ما أوزنها بحطها في بيكر زي ستيج تو بعد ما حطها في بيكر هبدأ أدوبها وممكن أستخدم الروض أو الجلاس روض إن أنا أدوبها وبعد ما أدوب في حجم صغير من المية أروح لفوليومتريك فلسك بالحجم اللي أنا عايز أحضره واضيف الشوية اللي في البيكر وكمل بالمية لحد العلامة بعد ما أكمل بالمية لحد العلامة هبدأ أقلب عشان أعمل تجانس وبكده هبقى حضرت وليكن ميتين وخمسين ميلي من المحلول اللي أنا عايز تركيزه طيب هنتعرف على بعض الأدوات اللي بستخدمها زي المايكرو ببيت دي اللي أنا بسحب بيها بسحب في إيه بسحب في الفوليومتريك ببيت وبتكون شكلها زي ما موضحه قدامي الفوليومتريك كونتينرز أو الأوعية اللي باخد فيها أحجام اللي موضحين قدامي دول زي السحاحة أو البيوريت وزي الفوليومتريك فلسك وزي اللي هو المخبار المدرج وزي البيكر وزي الكونيكال فلسك طيب أنا قلت لكم في أول الفيديو إن إحنا محتاجين عشان نحضر محلول لازم نكون بنحضر محلول معلومة تركيز طيب التركيز عندنا في الجامعة التحليلية بيكون عبارة عن إيه بيكون عبارة عن وحدة من الواحدات اللي قدامي دي زي الملاريتي النورماليتي الملاليتي الويت بيرسنت أو الويت وفوليوم بيرسنت الملاريتي تعرفها ببساطة أن هي عدد مولاد المزاب على عدد لترات المحلول عدد هنعرف يعني إيه على عجم المحلول المولالتي عدد المولات بتاعة المذاب على الكيلو جرام من السولفنت الويت بيرسنت يبقى جرام من المذاب على 100 جرام من السوليوشن الفوليوم بيرسنت كام ملي من السوليوت أو كام ملي من المذاب على 100 ملي من السوليوشن الجرام من السوليوت الويت وفوليوم بجرام من السوليوت لكل 100 ملي من السوليوشن